اشتركوا في القناة على الرغم من أن معناه جميل وجذاب فميمونة من اليمن والبركة لذا هو اسم طيب اللفظ والمعنى وقد تلقاه في بعض القوامس بمعنى الصحراء الميمونة أيضا هي الأنثى المباركة الأنثى السعيدة والمسرورة والتي تنشر الطيبة والسعادة لمن حولها ونقول أن فتاة ميمونة أي موفقة كثيرا سواء في عملها أو بين أهلها وأصدقائها يأتي الاسم أيضا بمعنى الدعاء الطيب للمسافر فنقول فلان ميمون الطائر أي أن سفرته موفقة أو بشكل عام له نصيب جيد ما إذا سافر قبل أن نغوص في تفاصيل اسم ميمونة أدعوكم مشاهدين الكرام للضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد أصل ميمونة في اللغة العربية يرجع أصل اسم ميمونة إلى يمن وبإضفاء الحركات على الإسم الثلاثي يأخذ معاني كثيرة ومختلفة مثلا اليمن هي إحدى البلدان العربية وعاصمتها صنعاء ويمن ويمن كفعل يأخذ الكثير من المعاني يمن الشخص أي اتخذ اليمين وجهته ويمن فلان فلانا أتاه من جهة اليمين ويمن الشخص بمعنى تفاءل وعندما نقول استيمن فلان فلانا أي استحلفه أو طلب منه الحلفان على شيء ما واستيمن فلان بشيء أي تبارك به فنقول استيمن بزيارة المسجد النبوي التسمية باسم ميمونة قلنا إذن أن أصل الإسم عربي وله معاني طيبة وجيدة ولكن لا يحبذ الآباء التسمية به لعله محرم في الإسلام أو القرآن لا فبالنظر إلى اسم ميمونة من منظور ديني لقد كان هذا الاسم خاصا بإحدى زوجات النبي آخر زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة بنت الحارث لذا فهو اسم من الأسماء المباركة في الإسلام وتحبذ تسمية بنات المسلمين به بكل تأكيد أما عن عدم تفضيل الآباء التسمية بهذا الإسم فربما يرجح ذلك إلى عدم عصريته فما هو متداول اليوم التسمية بأسماء خفيفة الوقع على الآذان وعصرية ولكن أعتقد أن ميمونة اسم لين وبسيط ويضف على صاحبة الإسم هذه الصفات فميمونة اسم جميل ولكنه غير متداول كثيرا في الوطن العربي وهو يحمل معنى جميل ورائع فهو يعني اليمنى والمباركة وفي بعض الأحيان يكون معناه الصحراء وهو أيضا يدل على المرأة المسرورة والمباركة ويمكن استخدامه للدعاء عند السفر فهو اسم ذو معنى طيب جدا وله رنة جميلة على الأذن صفات اسم ميمونة أما عن صفات ميمونة فلك أن تتخيل مدى طيبة قلب هذه الفتاة هي حنونة وعطوفة وبرة جدا بوالديها هادئة الطباع ونقية ميمونة متواضعة جدا تحب مساعدة غيرها ورفاقها ليست حقودة أبدا بل أخلاقها العالية تجعلها أحيانا تفضل الآخرين على نفسها من جهة أخرى كما قلنا يأتي الاسم بمعنى الصحراء وهذا يضف على حاملته صفات الصبر والصلابة والقوة فميمونة طيبة ولكن لا يمكن الاستهزاء بها وبالنسبة لمظهرها الخارجي أنيقة وجذابة وتتم بلياقة جسمها فمن هوايتها المميزة ممارسة الرياضة في الهواء الطلق لذا تجد مظهرها جذابا وتلبس دائما ما يحلو لها وتبدو رائعا الطاقة في اسم ميمونة في علم النفس يملك هذا الاسم أثرا إيجابيا وجميلا ويؤثر على شخصية الفتاة حاملة هذا الاسم هناك الكثير من المعتقدات بأن للأسماء طاقة وهذه الطاقة تؤثر على شخصية الإنسان وتنعكس على تصرفته وأطباعه ومن الممكن أحيانا أن تؤثر على صحته ومستقبله أيضا يقول بعض الناس أن الأحرف تملك اهتزازات معينة قد تؤثر في طاقة الجسد وأن هذه الطاقة ترتبط بطاقة الكون فيظنون أنها تؤثر وتتأثر بالكون ومجريات أحدثه الحياة الاجتماعية والعملية لاسم ميمونة هناك بحث جديد يظهر أن الأسماء قد تخبرنا أكثر عن الخلفية الاجتماعية قد يؤثر الاسم على القرارات المستقبلية بشأن الزواج والوظيفة وقال عالم النفس بريت بيلهام الذي درس مئات الآلاف من الأسماء إن الأسماء بإمكانهم التأثير بشكل كبير على حياة الشخص وجدت دراسة أجريت في عام 2007 أن الأشخاص الذين تبدأ أسماؤهم بحرف مبكر في الأبجدية هم أكثر عرضة للالتحاق المبكر بالمدارس في حين يحصل أولئك الذين يملكون أحرفا أخيرة في الأبجدية على درجات أعلى من الواضح أن هذا الموضوع يؤثر في حياة الكبار لأنه قد تؤثر على اختيار الشخص الوظيفي فمن الممكن أن يشعر بعض الموظفين بالتعب والغضب في الوقت الذي يصلون فيه إلى الأشخاص الذين تبدأ أسماؤهم بأحرف أخيرة من الأبجدية وتشير دراسة عام 2013 إلى أنه إذا كان الإسم يأتي لاحقا بالأبجدية فهذا يعرض حاملي هذه الأسماء إلى التوتر ونفاذ الصبر لأنهم سيدطرون للانتظار في كل حياتهم وجدت جامعة ماركت أن الأشخاص الذين لديهم أسماء شائعة هم أكثر عرض للحصول على وظيفة وهذا سيكون أكثر صحة إذا كان من السهل نطق الإسم كما فصرت دراسة أجريت في جامعة نيويورك على أن هؤلاء الأشخاص سيحصلون على الوظيفة لأننا سوف نميل إلى الإعجاب بهذه الأسماء وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم والتي تعرفنا فيها على معنى إسم ميمونة وكل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذا الإسم أخبرون أعزائي المشاهدين ما رأيكم بهذا الإسم وهل يمكن أن تطلقوه على طفلتكم القادمة؟ شاركونا بذلك في صندوق التعليقات أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا قبل المغادرة الضغط على زر الإعجاب وزر الإشراك وكذلك تفعيل خاصية الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد فور نشره كنت معكم من أمام المايك إلى اللقاء عزيزي المشاهد إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للإشراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره شكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر